الآن معنا من بيروت حسن شغير الكاتب والبحث السياسي سيد حسن مرحبا بك الملاحظة الآن مجموعة من العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق مختلفة من لبنان بموزاة ذلك هناك حديث في إسرائيل عسكريا وحتى سياسيا على وصول العملية العسكرية في قطاع غزة إلى وشوك وصولها للمرحلة الثالثة بعد أسبوعين هل في قراءتك تعتقد بأن المرحلة المقبلة التي ستلي عملية إنهاء المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في غزة هي الدخول في عملية عسكرية موسعة في لبنان وربما نراه الآن هو توطئة لذلك في الجنوب اللبناني تحياتي لكم والسادة المشاهدين لا شك بأن حدة التهديدات ونبرة التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان وهناك الكثير من البروباقاندا الإعلامية التي تضج اليوم بأن الكيان الإسرائيلي هو قاب قوسين أو أدنى من شن عملية واسعة في لبنان ذكرنا على هذه الشاشة الكريمة بأن نتنياهو والمجانين الذين معه لا يمكن لهم أن يقوموا بأي شيء ويطوقعه المرء حتى في إطار شن عملية واسعة على لبنان ولكن لغاية الآن هناك الكثير من الكوابح التي ما زالت تحكم أي عملية عسكرية واسعة تجاه لبنان والمؤشرات الميدانية على الأرض أيضا لا زالت تفيد بأنه لا يوجد لغاية الآن تجهيز وتحضيرات عسكرية ميدانية لهجوم واسع على لبنان أو لحرب شاملة على لبنان اللهم في إطار إلا في إطار موضوع القصف الجوي أو بالطائرات هذا الموضوع أما على الحدود اللبنانية الفلسطينية فلغاية الآن المعلومات لا تفيد بأن هناك حشود عسكرية تنبئ بأن هناك عملية برية واسعة على لبنان لذلك على ما أعتقد أن هناك الكثير من الكوابح وهناك المؤشرات الميدانية لغاية اليوم نحن نتحدث عن تهديدات وما زالت هذه التهديدات أما في حالة يقال بأن هناك اتقال للمرحلة الثالثة في غزة الكابح الأول هو ما تشفه فيلم الهدهد بداية حزب الله استشعر بالتأكيد بأن هناك الكثير من الرسائل التي تصل عبر العالم بأن هناك تهديدا إسرائيليا لشن عملية واسعة على لبنان هذا الفيديو الذي أظهر جانبا مما تمتلكه المقاومة من بنك معلومات وهو بنك معلومات واسع وكبير جدا لا يمتد فقط إلى الشمال الفلسطيني وإلى حيفا إلا كما قال السيد نصر الله إلى حيفا وما بعد وبعد حيفا وهناك الكثير من الأمور التي لم يظهرها حزب الله لغاية الآن حول طبيعة الأهداف التي بنك الأهداف الذي يملكه في فلسطين المحتلة هذا بداية عامل من عوامل الردع لأية عملية واشعة ثانيا الخطاب الذي تلى هذا الفيلم لسماحة السيد وعندما ذكر الكثير من المعلومات التفصيلية الذي ذكرنا عنه بأنه خطابا ردعيا بامتياز تحدث عن كثير من الأمور التفصيلية والقدرات العسكرية التفصيلية الموجودة لدى حزب الله طبعا هو أخفى الكثير من ما يتملكه المقاومة ولكن أظهر بعض المواضيع التي كان من خلالها يوصل رسالة إلى الكيان الإسرائيلي لتيئيسه من أي عملية قد يقدم عليها على لبنان خصوصا في موضوع القدرات العسكرية في البر والبحر والجو إضافة إلى ذلك أن الكيان الإسرائيلي لغاية الآن ما زال يخشى كثيرا من فتح هذه الحرب الشاملة عبارة نذكرها دائما على شاشتكم الكريمة بأن عندما يقول السيد سنخوض المعركة بلا قواعد وبلا ضوابط وزاد عليها بلا أسقف وهذا يفهمها الكيان جيدا نحن اليوم نتحدث عن مستوطنين في الشمال تهجروا إلى منطقة الوسط ماذا لو أصبحت منطقة الوسط هي عملية أو منطقة هي منطقة نزوح من هذه المنطقة إلى أين سيذهب حوالي مليونين أو ثلاث مليون مستوطن في هذه المنطقة الحساسة في قلب إسرائيل أتحدث عن جوجدان والكل يعلم بأن حزب الله يملك صواريخ تصل إلى هذه المنطقة ومنظومات الدفاع أيضا يستطيع حزب الله ضربها في هذه المنطقة والرسائل العسكرية التي أوصلها في هذا الإطار أصبحت معروفة إذن ترى أن هناك مجموعة من الكوابية حتى اللحظة شرحتها تمنع أو ربما لم يحن الوقت بعد لتخوض إسرائيل حربا مفتوحة جراءها في جنوب البنان ولكن هناك تصريح مهم صادر عن البيت اللابيضة والإدارة الأمريكية يتحدث عن أن الولايات المتحدة ستكون داعمة ستقف بشكل شامل وكامل مع إسرائيل في أي حرب تخوضها في لبنان أليس هذا ليعتبر هذا عامل مشجع أو إشارة خضراء أو ضوء أخضر لإسرائيل للقيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن هذه الحرب أو البدء بها لذلك كل إطلالاتي معكم على شاشتكم الكريمة لم أتحدث عن المانع الأمريكي كثر من الزملاء يتحدثون أن أمريكا لا تعطي ضوء أخضر للكيان الإسرائيلي للهجوم على لبنان وأنا أيضا قرأت هذا التصريح ولم أتفاجأ به ما هي كانت تقف بقوة ضد معركة رفح وفتحت معركة رفح وكاد الجيش الصهيوني أن يدخل إلى قلب المدينة وكان هذا الموضوع ممانعا لدى أمريكا في العلن وهي في السر دعمت هذا الموضوع لذلك لم أتفاجأ من هذا الموضوع اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن الخلافات الشخصية بين الإدارة الديمقراطية بايدن ونتنياهو لا تستطيع إلا أن تقف مع الكيان الإسرائيلي عندما يفتح أي معركة سواء في قطاع غزة أو في لبنان لأن الكيان الإسرائيلي هو ركيزة مشروع أمريكا في المنطقة ولا يمكن أن تترك هذا الكيان تصور لأجل شحنة سلاح واحدة عاب نتنياهو على بايدن ولم يبقى مسؤول أمريكي إلا وعاتب نتنياهو حول هذا الموضوع لأن هذا الموضوع يشكل حساسية لدى الرأي العام الأمريكي بأن أمريكا تمنع السلاح عن إسرائيل في وقت أن إسرائيل تخوض معركة وجودية على حدودها اليوم في مختلف الجبهات لذلك أعتقد أن الكيان الإسرائيلي يدرك تمام الإدراك بغض النظر عن الاختلافات التي تحصل بين بايدن ونتنياهو إلا أنه في حال خوضه أي معركة فإن أمريكا نعم ستكون داعمة لهذا الكيان ولن تترك هذا الكيان ولكن ساعة إذن سيكون هناك حسابات أخرى لهذه العملية في المنطقة إذا كانت أمريكا ستقف بشكل مباشر مع الكيان الإسرائيلي باعتدائها على لبنان فإن أيضا لبنان جزء من محور وهذا المحور لن يقف مكتوف الأيدي شكرا جزيلا لك سيد حسن شغير الكاتب والبحث السياسي